ما أحدس ولا حرك بقى ما أقول لك إيه بس أنا لو تلقيت تكلمت هيقوله بيطبل وينافئ عدينا المرحلة دي ما هو بقى بص عدينا المرحلة بتاعتد أنه مستوى شو بيني من الكلام تحبت شو الرجل بنعم بقاله كتير أهو بيطغلق طيب أنا بحل المباراة النادي الأهلي للحراسة على قناة النادي تمام كل الموتشورد لما ابتدأ يلعب كنت بتكلم بسيط فيه مش عشان هو بسيط والله العظيم دحقه شو بينه هو ناشئ هو 17 سنة وإحنا عارفين أنه أي وقت وهيلعب لأنه هو خلي بالك الملعب فضاح طب حمام سباحة ورمي فيه عائل هيعوم غزبا عنه هو ده اللي حصل فشو بينه جون كواس جدا جدا إمكاناته كواسة جدا عنده سرعة رد فعلا عنده تمركزات وتحركات بالرجلين مش عند ناس كبيرة بتلعب في حتك كبيرة تقبص تمركزات وتحركات بالرجلين في حيات كده بيعملها الواحد بيعلمها للولاد والله العظيم فيعني لأ شبيرة عنده تحركات هيلة يمكن عنده بفوف حتة معاناة بس أنا مش هقولها بس ده بالشغل ييجي طب ليه مش هتقولها لو عشان ما أفضحش أن أجوني ليه مش هتقولها لو هتنصحوا بيها هقوله هقولها له هو هتقولها له يعني اه ميش أنا فتغلت مش هتقولها له أصلا لا لا أنا قلتك كده أحبب مش هايزه مش هقولها لك لا 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 اغلط تاني لا يا عم لا أنا فاهمت مش هتقولها عشان المنافسين ما يستغلوهش فيها خالص إنما جاجون يعني خلينا بس عشان ما الناس ما تقارنش بينه وبين الشنوي هقول بعد سنتين وهو يا براقم واحد في مصر ويلعب يعني فيه ناس بعض الناس بالطالب إنه بقى متوجه دلوقتي بس عشان الخبرات يجمعها ويبقى وقف على رجليه أعتقد إنه بعد سنة ونص سنتين من دلوقتي يشو بين لمدة عشر سنين هو أساسي منتخب مصر مش إنا للأهلي بس هيل